صباح الخير كيف حالكم؟ اليوم رح ناخد محاضرة جديدة بالPractical Microbiology رح ناخد فيها عن Biochemical Test for Bacterial Identification Part 1 رح نكمل باقي ال Biochemical Test بمحاضرات تانية هلا اخدنا توقفنا واخر شي عن Antibiotic Sensibility Test وهلا رح ناخد عن Biochemical Test هاي الفحوصات ممكن تساعدني بان احدد نوع البكتيريا اللي بتطلع عندي على البلات فهاي الفحوصات بتفيدني بذلك هلا اول فحص او اول فحوصات بتخص ال Enzyme Test يعني ال Enzymatic Capabilities القدرة الانزيمية يعني في عندي بكتيريا لها انزيمات معينة ممكن انها يتم الكشف عنها بهاي الفحوصات تمام هلا اول فحص عندي اللي هو ال Catalyze Test ال Catalyze Test الهدف منه تدفرينشيات ال Staff ال Staff ال Catalyze بما انه اخدنا الستيريا وال CORONI Bacteria from other gram من المجموعة نفسها من الجينس نفسها اللي من gram positive non spore forming bacilli حتى اميز الستيريا وال CORONI Bacteria من other gram positive non spore forming bacilli هدول الستيريا وال CORONI Bacteria بكون الكتاليز تباحهم بوزيتف تمام طيب البرنسبل لهذا الفحص كيف بيعمل مبدأ شغله انه بيكون انا في عندي بدي اكشف عن انزايم الكتاليز هل هو موجود هاي البكتيريا ولا لا تمام شو بيكون عندي الرياجنت بيكون عندي الرياجنت H2O2 يعني هايدروجين بيروكسايد هلا اذا كان الانزايم موجود الكتاليز بهاي البكتيريا فرح يحول لي الهيدروجين بيروكسايد الووتر والتالي رح شو انا اشوف بعيني رح اشوف أو يعني يعني فوران يعني رح اشوف زي فقاعات او فوران طيب بالتالي هيك رح تكون رزلت لهاي التست هاي في حال وجود الكتاليز نيجي نشوف هلا كيف انا بعمله البروسيجر لهاد الفحس كيف بتم باجي انا بحط باجيب السلايد تمام متل ما هو موضح بالصورة باجيب السلايد بحط انا عليها الكولوني تبعتي باللوب بحط مثلا هون البكتيريا هون فما رح تحول لي اشي حتى لعب بعض اضافة الاجنت ما رح يظهر عندي ولا اشي متل ما هون بهاي الدائرة فبالتالي هاي ستريبتو كوكساي بكونو الكتاليز سباحهم نيجيتف الكتاليز سباحهم بوزيتف تمام اذا هيك عرفنا الفحس شو الهدف منو بديت الفحس ومثال على كل واحد طيب نيجي لا الثاني الكو اجوليز تيست الهدف من الكو اجوليز تيست هو اه تو دستنجوش مين الاستافلو كوكس سبيشز صح اللي هي الكو اجوليز بوزيتف من الكو اجوليز نيجاتف اذا هون تدفرنشيات فقط الاستافلو كوكس سبيشز زي ما حكينا بالمايكرو تول لما ميزنا بين الاستاف اوريوس والاستاف ايبي ديرميداس والاستاف سابروفيتكاس صح فانا ميزز بين الاستافلو كوكس عفوا بين المجموعة الوحدة اللي هي الاستافلو كوكس طيب اذا هون حتى اميز بين طبعا الاستاف اللي بتكون بوزيتف كو اجوليزها بوزيتف واللي بتكون الكو اجوليز تباحها نيجاتف طبعا هاي البكتيرا القادرة على انتاج الكو اجوليز انزايم هي اللي رح تعملي كو اجوليز بوزيتف طيب نيجي كيف البرانسبل لهاد الفحص عبارة عن كونذيرت السوليوبل شو بعملي هاي انزايم اذا كان موجود بحولي السوليوبل فيبرونجين اللي موجود في البلازمة انتو انسوليوبل فيبرين فبيصير عندي كلوت يعني خثرة طيب اذا انا الرياجين تبعي هون شو الرياجين تبعي بلازمة انا بجيب عندي بلازمة هلا اذا كان الانزيم موجود رح يحولي الفيبرونجين الى فيبرين وبيصير عندي كلوت زي الخثرة اذا صار عندي كلوت معناها الكو اجوليز بوزيتف اذا ما صار عندي كلوت معناها كو اجوليز نيجاتف طبعا في عندي انا تو فورم للكو اجوليز ممكن يكون عندي باوند كو اجوليز او فري كو اجوليز الباوند هو منعمله ديتكت بوين بسلايد تست اللي فري بتوب تست نيجي كيف هاي بالسلايد طبعا بيحولي الفيبرونجين لفايبرين اند كوز استفيلوكوكسايد تجمع الاستفيلوكوكسايد تجمع الاستفيلوكوكسايد مع بعض تجمع زي الخثرة وبتكون لي تخثر طيب بينما اذا حطاته بالتيوب اذا نفس الاشي بيصير عندي انا الكو اجوليز انزيم بيحولي اه react with the globulin plasma factor to form a thrombin like factor يعني بيحولي الفايبرونجين الى insoluble fibrin نفس الاشي بتتحول الفايبرونجين الى insoluble fibrin بصير عندي ثرومبين like factor مثل الكتلة او الخطرة طيب انه سواء بتيوب او سلايد نفس المبدأ اهم اشي تعرفولي اذا هاد الفحص شو بيعملي بيميز لي الاستفيلوكوكس بين بعضهم طيب البرنسبل تتبعه انه بكون انا عندي الرياجنت هو بلازمة هذا الانزيم بيحول الفايبرونجين اللي بتكون ذائبة soluble موجودة في البلازمة بيحولها لinsoluble fibrin لا غير ذائبة بصير عندي كلوت وبص هلا نشوف التفسير positive لاحظوا هون بالpositive رح يتكون عندي فايبرين كلوت بيلي بلازمة بينما بالnegative هاد على السلايد بالnegative رح يكون smooth suspension لاحظوا هون كيف هاي السلايد لاحظوا كيف هون هاي negative smooth suspension ناعم بينما هون كلوت تخثرات صارت عندي فهذا positive هاد positive وهون negative negative مثال عليه الاستفيلوكوكس ابي ديرميدس او السابروفيتكاس ايضا والاوريس هي الكو أجوليس هباحة positive طيب لاحظوا كيف بالتيوب طلع كيف هاي اللي كلوت هاي اللي كلوت اللون ها بيضا هاي فايبرين كلوت اذا نوع كلوت فمعنى negative زي مين negative زي الاستفيلوكوكس ابي ديرميدس اذا الكو أجوليس هو الديفرنشيات الاستفيلوكوكس انواع الاستفيلوكوكس بما يزلي ان هال اوريس بوزيتف والابي ديرميدس والسابروفيتكاس نيجاتف تمام عن طريق انه رح اش يظهر لي اكلوت رح يظهر لي اكلوت طيب نيجي لا الاكسيديز تست الاكسيديز تست الاكسيديز تست بيكشف عن انزيم الاكسيديز تمام هاي الهدف منه تسكرين كولونيز ساسيبكتت او عفوا اوف بينجوان يعني انها تكون هاي المستعمرات اللي لتبعت البكتيري اللي انا زرعتها انها تكون ضمن مجموعة الانتيروبالترياسي لانها بتكون هي الاكسديز تباحها مثل انه ممكن تكون متوقع انها تنتمي لا مثلا سيدوموناس للإيروموناس للنيسيريا للكمبيلوباكتور وهاي ما تحفظوها لانه ما عرفتوها فبالتالي اذا الاكسديز تست ممكن حتى اكشف عن الكولونيز اللي هي ساسبيكتيد انها بلونك تو انتيروبكترياسي او اذار جينيرا زي السيدوموناس او نيسيرا او الكمبيلوباكتور تمام طيب نيجي نشوف ايش مبدأ عمل الاكسديز الاكسديز مبدأ عمله انه انا بيكون عندي سايتو كروم اكسديز تست يعني بيكون ما اعتمد على اللون زي بيكون عندي زي الفلتر بابر فيها هاد السايتو كروم اكسديز تست تمام هاي الرئيجن تبعي بيكون دايز صبغة بيكون داخل هاي الفلتر بابر صبغة اسمها بي عفوا فنيل فنيلدين داي اماين داي هايدرو كلورايد موجودة وين بهاي التست هاي صبغة لما تتعرض يعني هون هاي يعني بتكون مش ملونة مائلها لون بحالة يعني بس لما يصير عندي اكسديشن طيب بس بدي تعرفولي انه بيكون انا عندي الرياجن تبعي اللي هي هاي اللي هي بي فينيل فينيلين داي اماين بنيل بي فينيلين داي اماين هاي سبغة بتكون موجودة على الفلتر بابر تبعت الاكسديز تست هاي اللي هي رح يتحول لونها لما يستتعرض لمين للسايتو كروم اكسديز اذا وجد عندي هذا الانزيم فرح يحول لي البي فينيل فينيل داي اماين داي هايدرو كلورايد رح يحول لي ياه للون ايش ابلو للون ابلو اذا كانت صبغة نوحة تاني مثل هاي بيحولها لبيربل اذا كانت داي مثل كومباوند بيحولها لبلاك تمام اذا بيختلف اللون اللي بيحول لي ياه حسب تايب اوف داي حسب نوع السبغة بس انا ما بدي تعرفولي هدول النوعين اعرفولي فقط النوع الاول اللي هو بي فينيلين داي اماين داي هايدروكلورايد هاي الداي تتحول الى اندوفينول بلو لونها بكون بلو ازرق لما تتعرض لسايتو كروم اكسديز مع اتموسفريك اير يعني مع الهواء الجوي طيب بس فقط هاي البرنسبل تبعه تحفظولي هاي خلينا احددلكم تحفظولي هاي البرنسبل تبع فحص الاكسديز تمام طيب نيجي هون نيجي هون البروسيجر لهذا الفحص انا بجيب فلتر اللي بكون هاد زيك شفتو كيف عفلتر اكسديز هون بكون في هاي السبغ لما انا احط الكلوني على هاي الفلتر بيبر اذا كان فيها اكسديز انزاين فرح تحولي هاي الى بلو هون ما رح تحولي ولا اشي معناته نيجي تف اذا تحولت هون لا بلو او دارك بيربل او بلاك متل ما حكينا هاي السبغة حسب نوع السبغة خلينا نحفظ بلو بلو معناته بوزيتف زي مين بوزيتف زي السيدومونس ايريجونوزا اوكسديز ها بوزيتف النينغتف زي الاشيريشيا كولاي تمام نحفظو لي مثال هات فهيك مبدأ عمل اوكسديز تيست بس فقط انا بكون عندي صبغة بهاي الورقة تتحول للون بلو في حال وجود الاكسديز سايتو كروم بس هلا نيجي لفحص اللي هو الام فيك تيست الام فيك تيست استان فور هايو ام فيك تيست ال ا لا الاندول تمام ال ام للمثل رد ال vi لل فوق برو برو السكيور لا السي لل ستريت تمام رح نحفظ او رح نعرف رح نتعرف هلا على كل تيست من هدول رح نتعرف على ال اندول والمثل رد والفولغس والستريت تمام بيحتاجوا هدول لثري تيوبز حتى نعملهم انكوليتد اندول تيست والمثل والفولغس نفس البرث منستخدم لهم منسميه وبدنا تيوب للستريت تمام اذا هون رح نحتاج ثري تيوبز لل مثل طيب هلا نيجي على اول فحص اللي هو السيتريت البرنسب اللي السيتريت انو بهاي الميديا يوز تو ديترمن البرنسب انو يستخدم السيتريت كمصدر الكاربون او لا بالتالي انو بيحتاج لهذا الارغنزم لسيت انزيم اسمه سيتريز حتى يحول اياه مثلا لمركبات معينة وبالتالي ياخد منها الكاربون فهل عنده هاي الارغنزم هذا الانزيم اللي بيقدر يفكك لي يوتولايزنج السيتريت ولا لا مدنا نشوف هلا فبالتالي هيك انا بميز بين انو هي عندها القدرة حتى تفكك لي او تستخدم لي السيتريت كمصدر الكاربون ولا لا يعني بالنهاية انو هي عندها هذا الانزيم تبع سيتريز منسميه سيتريز ولا لا اللي بيعمل هيدرولوسيز للسيتريت طبعا فبالتالي هاد يستخدم هذا الفحص عادة بميز لي اعضاء اللي هو البكتيريا تنضم لمجموعة الانتيرو بكترياس طيب هاي الارغانزم capable of utilizing سيتريت as a carbon source the enzyme سيتريز هيدروليز هيدروليز السيتريت into اوكسول acetic acid and acetic x acid يعني هاد الفحص رح يميز لي هاي البكتيريا عندها انظام السيتريت اللي بيعمل بفكيك للسيتريت اللي موجود في الميديا لا اوكزالو acetic acid و acetic acid تمام طيب the oxalo acetic acid is then hydrolyzed into pyrophic acid and co2 وبعدين راح عندي الوكزالو acetic acid هون راح يسلو hydrolyzed into pyrophic acid with co2 if the co2 is produced it react with the component of the media to produce an alkaline compound هذا compound بحول لي ph indicator من green لblue فبالتالي هاي هي الprinciple هاي الفحص هاي بدي تعرفوا لي اول اشي طلع انا بالميديا عندي سيتريت تمام بالميديا عندي سيتريت السيتريت اذا كان موجود انظام اللي هو السيتريت السيتريت راح يحول لي السيتريت هاي اول خطوة هاي عشان تحفظوها السيتريت بتحول لأقذالو acetic acid و and acetic acid هاي اول step بعد هيك الأقذالو acetic acid راح يتحول لبيروفيك acid و co2 هاي ثاني step اكتبوهم ك مراحل تمام co2 هاد راح يتفاعل مع component of the media مع مكونات الميديا وينتج لالكالاين compound ما تحفظوا الاسمه بس يحفظوا الالكالاين compound هاي ثالث خطوة بعد هيك راح هاي الالكالاين راح يتحول البي اتش terms الكلاين بي اتش مش بصير عندي مركب الكلاين راح يحول الميديا من green لون blue عن طريق البي اتش انديكاتر الموجود في هاي الميديا بكون فيها بي اتش انديكاتر راح يحول الميديا الميديا أصلا لونها أخضر راح يحول إياها لأزرق إذا تمت هاي العملية تمام إذن هاي الخطوة طيب كي ايش أنا بعمل بعمل انيكولات الستريت أقار على السيرفيس أوف ذا سلاين نو نيد تستاب ذا أقار يعني ما في بس ما في داعة لأنه أحط أعمل انيكولاشن لكل التيوب مثلا للبط أوصل فقط السيرفيس أوف ذا سلاين كافي بعد هيك بعمل اني كوبيت للميديا على درجة حرارة 35 لمدة يوم وبعد هيك بشوف الكلر هالصار بلو ولا ضله جرين تمام إذا صار بلو معناته هاي البكتيريا عندها هذا الإنزيم الستريت اللي قدر إنه يحول الستريت لهاي الأجزال أساتيك أسد وأساتيك أسد وبالتالي تحول أجزال أساتيك أسد لبايروفيك أسد وسيئوتو السوء تو تفعرت مع مكونات الميديا وكونات لالكالاين كومباون هذا الكومباون حول البي أتش إنديكاتر من لون عندي جرين للون بلو تمام هاي هي مبدأ عمل الستريت لاحظوا هون عندي الاسبكتد ريزلت هلا فبالتالي راحظوا كيف عندي النتائج راح تطلع إذا كان سيتريت بوزيتف هون إذا كان سيتريت بوزيتف راح الميديا شو راح يكون لونها راح يكون لونها بلو زي ميل زي الكليبس cola نيمونيا والبروتيس الكليبس Dale والبروتيس السيتريت تبعهم بوزيتف إذا كان نيجاتف بتضلها الميديا لونها جرين ومثال عليها الكولاي والشيقلة والشيقلة لاحظوا هون نيجاتف لاحظوا لونها جرين بينما لما تصير عندي blue معناه positive معناها positive إذن هاي هو citrate هلأ نيجي للإندول test ومين هون عندي لحد الآن أنا enzymatic test اللي هو بتعتمد على الإنزيمات الإندول tryptophenase enzyme tryptophenase enzyme principle للإندول test نيجي هلأ بيكون أنا في عندي metabolism of the amino acid tryptophenase by organism that possess the enzyme of tryptophenase يعني إذا هاي ننشوف الأورغنزم هاد عنده إنزيم tryptophenase ولا لأ حتى شو يعمل degradation لمين للتريptophen نيجي بيكون في عندي produce three major degradation product include indole resulting from the amino acid of tryptophen والتالي هاد الاندول كيف أنا بكشف عنه detected by addition of covax reagent بضيف covax reagent مش ضرورة تحفظوا اسمه اللي هو بي داي مثل اماينو بنزل ادي الديهايد هاي لو قطعتوه بي داي مثل اماينو بنزل الديهايد طيب هادا الكوفاكش ري ايجنت لما أنا أضيفه للميديا اللي هي سالفايد الاس اي ام اللي هي سالفايد اندول موتوليتي هاي ميديا خاصة اسمها اس اي ام اللي هي نسميها سالفايد اندول موتوليتي لما أنا أضيفه ايضا هذا التست يستخدم لتمييز عائلة الانتيرو بكترياسي تمام فأنا بكشف عن الاندول لما أنا أضيفه الكوفاكش ري ايجنت بضيفها لهاي الميديا طيب اذا عندي البرنسبل هاد الفحص مرة تاني بكون في عندي تريبتوفان بنعمله الديامناشن إذا كان موجود بهاي الارجنزم انزيم التريبتوفانيز رح ينتج مركب اسمه اندول نكشف عنه عن طريق الكوفاكش ري ايجنت الميديا اللي بنستخدمها اس اي ام لاحظوا هون كيف عندي البروسيجر بكون أنا في عندي اس اي ام أو مايو ميديا أو تريبتوفان بروث تمام هادول الميديا ممكن أنا أستخدمهم بعملهم انكيولاشن بالنيدل للتست بكتيريا انضف حصها بعملهم انكيولاشن لمدة 24 ساعة حتى اكشف انه تكون عندي اندول ولا لا انه يعني البكتيريا فيها انزام التريبتوفانيز اللي عمل لي ديامناشن للتريبتوفان وانتج للاندول حتى اكشف عن هذا الاندول بضيف خمس دروبس من الكوفاكش ري ايجنت على التيوب طيب شو رح يطلع عندي انا بعد اضافة هذا الرياجنت بطلع لي اذا بوزيتف انه صار عندي ديامناشن للتريبتوفان بواسطة الانزيم وانتج لاندول يعني هون احفظوا للبرنسبل هيك انه هو بكون عندي انا تريبتوفان وعن طريق انزيم التريبتوفانيز هون اكتبو ليه رح ينتج لي اندول هون رح ينتج لي اندول هذا الاندول كيف بكشف عنه باضافة الكوفاكس ري ايجنت تمام طيب بكشف عنه بوجود هاي ايش رح يظهر لي اللون رح يظهر لي ريد بنك لير على سطح الميديا تدل على انها بوزيتف وبالتالي هاي البكتيريا استطاعت انها تعمل بريكداون للتريبتوفان تفورم اندول اما اذا ما في عندي نورد لاير معناته نيجاتيف ريزل معناته هاي البكتيريا مش قادرة على انها تحطم للتريبتوفان وبالتالي تنتج لي الاندول يعني ما عندها انزيم لتريبتوفانيز طيب فلاحظوا هون بالصورة هون بوزيتف هاي بوزيتف رزلت وهاي نيجاتيف لاحظوا هون هاي لاحظوا كيف رد كالر على السيرفيس لسطح هاي الميديا هون بوزيتف مثال عليها بوزيتف الشريشة كولاي ونيجاتيف اللي كلب سلة تمام طيب هاي مبدأ عمل الاندول تست طيب الموتيلتي الموتيلتي تست انو بنشوف هاي البكتيريا هاي الموتايل ولا نان موتايل بنستخدم السيمي سولد ميديا اللي هي بتكون يعني تقريبا مش صلبة للغاية صلبة كتير يعني سيمي سولد شبه صلبة هاي الميديا لش منستخدم شبه صلبة حتى يقدر نسمح البكتيرا تقدر تتحرك بالتالي راح يعني انو قادر على سويمينج او فرام أستاب مارك هل بننشوف هاي بنحدد بهاي الموتلتي انو هال الورغنزم هو متحرك والغير متحرك طيب شو بنعمل بعدين استاب هاي الوير لموتلتي ستاب ميديا حوالي ثلاثين الميديا بعدين نعمل 24 ساعة لحتى نشوف الموتلتي يعني انا بكون عندي هاي فرضا هون ال اس اي ميديا وبجيب انا اللوب وبعمل استابنج بحط هون فقط اللي هو البكتيرا وبطلحها بالوير لوب طيب او بالوير نيدل وبطلحها فبصير عندي هون بس خط انا رح يكون عندي هلا بدا شوفها البكتيريا بعملها انكوباشن بدا شوفها المتحركة ولا لا هي متال ولا لا if the entire tube لاحظوا هاي اذا البروسيجر هون البروسيجر هلا اذا صار الرزلت اذا صار التيوب تير بد معكر this indicates that the bacteria have moved away from the step mark يعني معناها متال اذا صار هذا تير بد معناها انه البكتير متحركة ولكن اذا ضل clear معناته هي not معناته انه البكتيريا non motile فقط اذا انا بزرع البكتيريا بSIM media high بعملها stabbing لها البكتيريا وincubation وبشوف هل هي تحركت ولا لا تمام وفقط هل هون لاحظوا كيف على الرسم هاي عملت لها انا stabbing هون هاي البكتيريا تبعت لاحظوا كيف هاي بعد الانيكيوبيشن لاحظوا هاي التيوب تحركت معي ما تحركت نفس الخط اللي انا عملت له انيكيوبيشن هون تحركت هون تحركت بشكل اكبر فبالت هون هون موت تحركت 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 هلا راسب راسب لونه أسود هلا منشوف بفحص triple sugar iron وايضا بالاندول formation نستخدمها وايضا بفحص الموتيلتي متل ما حكينا الاس اي ام تدفرنشياش المنبرز نان موتايل الايكولاي موتايل والاندول تباحة positive وهون negative البروتياس موتايل لانه اصلا تعمل سوار منك والاندول تباحة negative وبتعمل اتش تو اس production هاي الامثلة احفظوها لانه common هدول الشائعات البكتيرة فممكن نسألوكم عن الاندول فلو حفظتم هدول الامثلة ممتاز انو الكليبسيلا نان موتايل الاشريش اكولاي والبروتياس موتايل الاندول تباح الاندول للكليبسيلا والبروتياس اندول ها positive الاشريش اكولاي فقط البروتياس اللي بتعمل اتش تو اس production فتنتج البلاك بريسي بتات بهاي الميديا تمام طيب هلأ نيجي لفحص اللي هو المثل رد خلينا اوقف هون ونكمل بالفيديو تاني تمام موسيقى موسيقى